أمال وتطلعات كبيرة كانت معلقة على المنتخب الوطني الأولمبي قبل بداية كأس آسيا الجمهور واللاعبين والجهاز الفني تواجدوا في قطر لكن الأداء والنتائج بقية في عمان لنحكي أكثر عن هذه المشاركة معنا الصحفي أرياضي أمجد المجالي مساء الخير كابتن وأهلا وسهلا فيك مساء الخير كابتن أمجد يعني خيبة أمل كبيرة بعد رفع سقف التوقعات لهذا المنتخب للمفروض إحنا جيل ذهبي في كرة القدم الأردنية المنتخب الأولمبي قبل ما نحكي بالأمور الفنية هل بالغ الجمهور في وضع آمال على المنتخب وعلى وين رح يوصل في بطولة كأس آسيا؟ شوف هي بداية يعني خيبة الأمل هي مترابطة بارتفاع سقف الطموحات نعم سقف الطموحات ارتفعت مش على استنادا على الجيل الحالي أو الجيل الذهبي أو ما أطلق عليه الجيل الذهبي هي ارتفعت سقف الطموحات لأنه على نتائج المنتخب الوطني النشامة بنهائيات كأس آسيا بالعروض المتميزة اللي قدمها بالصورة الرائعة حتى تكللت أنه وصلنا إلى وصافة يعني النهائيات القارية هذا لأول مرة بالتاريخ وكننا نمني الفوز بأننا نحن الفائزين باللقب لكن بعض الظروف اللي حصلت ومع ذلك كان ينظر إلى المنتخب النشامة بأنه هو البطل الحقيقي لنهائيات كأس آسيا هذا ولد أنه عند الجمهور عند شارع الرياضي الأردني أنه بشك بأن الطموح أنه إحنا قادرين أنه نذهب الآن ونبني على المكتسبات وعلى الإنجاز بأنه نروح على باريس بأعتقد أنه هذه أول نقطة ساهمت بخيبة الأمل أو هذا الأداء أنه كان هناك ضغوط كبيرة على هذا المنتخب يعني المنتخب الأولمبي دخل الخلاف بينه وبين المنتخب النشامة منتخب النشامة لما دخل نهاية كأس آسيا كان السقف عنده أنه يصل إلى دور الثمانية أو دور نصف النهاية الآن دخل المنتخب الأولمبي لا السقف أنه لازم تروح على باريس أو كان لأنه إحنا نظرين فهذا أثر خاصة بفئة عمرية هذه الفئة العمرية لسه تحتاج إلى المزيد من الخبرة إلى التعاطي مثل هذه التفاصيل وهذه الأمور شفنا هذا الأثر على المنتخب ووجدنا أنه المنتخب كان مشتت مشتت ذهنيا هنا أنا لا أحمل بهذا المسألة الجانب الفني لأنه هي الطبيعة وأيضا طبيعة اللي لسه اللاعبين محتاجين إلى المزيد من الخبرة وأيضا هو التشتيت الذي صار يعني من أحد الأسباب الأهمية نعم هذه أحد الأسباب الرئيسية التي أعتقد يعني من أطلق على هذا الجيل الذهبي إحنا فيه عندنا أجيال أنا بحكي وعندي جرى أني أحكي أنه فيه أجيال أفضل من هذا الجيل ما احترمه سابقة نعم هذا جيل 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 متميز لكن جيل يعاني بخط الدفاع نعم جيل يعاني بغياب صانع ألعاب حقيقي أعطيني لاعب بقيمة بهذا الجيل بقيمة مثلا بآخر سنوات أحكي مثلا بحسن أبفتاح بحسوني الشيخ أعطيني برعفة علي بآخر شي صيصة هل فيه بهذا الخط الوسط لاعب يعطيني له قدام لا إبراهيم سعادة لا لا كل اللي هذا جيل متميز ممكن التميز كان فيه أنه فيه لاعبين برزوا بشكل مميز بشكل رائع مع فرقهم بمنطقة خط الهجوم خط الهجوم وأيضا وجود أيضا اللي هو ثلاث الفيصلي رزق وعارف وأيضا معهم أبو طاها بالوحدات هون صار الآمال بأنه لكن هل هذه التشكيلة متوازنة بالقوة لا نجد هناك إلى حد ما فيه عناصر متميزة جدا قد نقول أنه الناس ربنوا عليها أنه جيل ذهبي لكن نجد أنه فيه أنه نقص وبيّن حقيقي بخط الدفاع نعم طيب هذا أثر على المنتخب حكينا عن السبب مثلا الرئيسي بعيدا عن الأمور الفنية اللي بننفذ فيها كل منتخب له منظومة بتتكون من اتحاد وأجهزة فنية وإدارية ولاعبين على من تعود المسؤولية الكبرى في هذا الإخفاق؟ شوف دائما بأي الفشل هو المنظومة كاملة دائما المنظومة هي التي تتحمل بدءا بحكي أنا من الاتحاد أنا بشوف أنه كان قرار سلبياته أكثر من إيجابياته بأنه اختيار الكابتن عبدالله أبو زمع أنه يروح مع المنتخب الأول في نهايات كأس آسيا أنا هون خرجته من التركيز الذهني كامل مع المنتخب الأولمبي ووضعت المدير الفني مع نهايات كأس آسيا ومع منتخب النشام الأول هو الهدف كان أنه يأخذ هذه الخبرة عشان يمكن يطبقها عن تركيز نعم هي هي كان لكن أنا بنفس الوقت أبعدت ذهنيا عن المهمة الرئيسية فعندما عادة عند المنتخب الأولمبي أصبح ما بين أنه فيه هناك تقاطعات ذهنية هل يبقى عبدالله أبو زمع على النهج اللي مش عليه مع الفريق على أكثر من برامج إعداد وعلى أكثر من سنة وسنة ونص أم أنه يطبق نهج عموت في نهايات كأس آسيا غير ضغط الإنجاز اللي صار كمان عليه هون صار فيه عندنا دروب فني صار عندنا عدم وضوح بخطة الأداء يعني أنا أدرب على تكتيكات معينة ومنظومات معينة بالأداء الفني لمدة أكثر من سنة ومباريات ودية معسكرات وفجأة في ليلة وضحاها بدي أرجع لعب المنتخب الأولمبي بثلاث أربعة ثلاث هذا الرسم وهذا الرسم اللي كان ناجح مع المنتخب الأول هذا لا شك سوى أن بعض الاهتزاز الفني بصورة المنتخب الوطني والرسم حتى أنه لما الكابتن عبد الله أبو زمح حاول أنه يعود بالتكتيك أو كذا اللي كان باني عليه أول صار هناك فيه فوضى صار فوضى في الفني يعني صفة كأنه نص بنص فأنت لا عارف ترجع للأول ولا عارف تكمل بالمتاع أنا يعني لما أبني على كمان ثلاثة أربعة ثلاثة هل الخط الخلفي عندي بالثلاثة الخلف هم نفس بقومات الخط الخلفي بالمنتخب الأول هما عبد الله نصيب يزان العربة محهم سالم محهم إحسان محهم هل هم نفسه هل هو اللي بيكمل عندي الأربعة لقدامنا منحكي إحسان ومنحكي على الطرف محمود مرضي هل هم لاعبية خط الوسط بالمنتخب أولمبي قادرين أنه بهذا السن يهضموا هذا التكتيك أو هذا الرسم التكتيكي هذه النقطة أنا أعتقد أنه أثرت كثيرا على الجهاز الفني وانعكست سلبا على الأداء للمنتخب الأولمبي فأنا أعزو أن هذا أول أول شيء أول قرار الشغل الثانية أنا برجع بحكي ما بدناش كمان إنجاز نهائيات كأس آسا يغطى على أشياء أخرى لأنها سلبيات من هو الذي يقيم عمل المدربين أنا لما أكون مدير فني لمنتخب الشباب أو لمنتخب الأولمبي أو لمنتخب الأول وأنا بقدم خطة بقدم معسكرات هاي المعسكرات راح تكلفني لإتحاد دفع فلوس ومصاري وميزانية وأمور ورح أوقف عليها بطولة دوري ورح أشتغل ومع ذلك مين بقيم هذه الخطط أو هذه البرامج أو هذه التحضيرات تخدم الهدف وتخدم المسيرة من هو الفني في الاتحاد الأردني الذي يقيم هذا الموضوع إذن نرجع على إحنا في عنا نقطة حقيقة لازم دائما نحكي عنها الدائرة الفنية لابد أن يكون هناك مدير فني للإتحاد نعود لمنتخبات حتى هو يكون يقيم بها طب كابتن ما بدي أعطى حبل أفكارك بنفس النقطة هل عموتة هو المدير الفني لمنتخب الوطني هل تقع من تحت مسؤولياته الإشراف على باقي المنتخبات الوطنية في الاتحاد يجب أن يكون بمثل ما هو الكابتن عبدالله أبو زمع قدم إضافة خاصة بأهمية التواصل ما بين اللاعبين والجهاز الفني من خلال نهايات كأس آسيا لا بد أن يكون هناك أيضا في تعاون وتنسيق وإشراف هل هو يجب أم هو من صلاحياته أنا ما طلعت على عقد لكن دائما المدير الفني لمنتخب الأول هو التوب هو رأس الهرم في ظل عدم موجود عندنا مدير فني للمنتخبات أو مدير فني للإتعاد هي تكون مسؤولية هي أدبية وأخلاقية على المدير الفني وأنا هون يعني بسأل سؤال إذا إحنا كنا بنشوة الإنجاز ونشوة الفرح لماذا لم يتم هناك دور إشرافي لعموتة في نهايات كأس آسيا للأولمبي لماذا لم يقدم المساعدة ويقدم النصح والإرشاد كما ما كان عبدالله أبو زمع قدم وترك منتخب الأولمبي هذه الأمور بتخلينا أني أعرف أنه لابد أنه يكون هي المنظومة كلها متحملة أنا لا أقول عبدالله أبو زمع فقط عبدالله أبو زمع تحلى بالجرأة والمسؤولية وتحمل المسؤولية وقال أنا أتحمل المسؤولية هل برعك شو رأيك بتصرفه هذا أنه يتحمل كامل المسؤولية عن هذا الإخفاق في كأس آسيا شوفي لأنه عبدالله هو أول شيء لاعب ونجم كبير وكابتن منتخب وطني ومر بكير كثير من مراحل والتجارب هذه من طبيعة أنه تعطي ميز المدير الفني أو أي مدرب أنه أنا أتحمل المسؤولية حتى يبقى لبداية عن الضغطة لللاعبين لأنه أعرف أن هؤلاء اللاعبين الآن في مرحلة مفصلية في المستقبل يعني لا بد أنه دائما يعني الانتقاد الآن لهؤلاء اللاعبين بأثر عليهم لأنه هم الآن في بداية مسيرتهم فهو تحمل بهذا الجانب وهذا أيضا لا يشكل بالأكيد هو بعد نفسي بعد بتحمل المسؤولي وبعد فني لكن هو نفسه عبدالله بتحمل يقول أنا أخطأ أنا أتحمل جزء من الخطأ هناك خطأ هناك زي ما حكينا ممكن تكون القراءة الفنية له لم تكن يعني ناجحة في بالتعاطي مع معطيات البطولة بنفس هذه الأمور هذه نعتبر أنه ميزة للجهاز الفني لكن بنفس الوقت هي منظومة متكاملة وأنا بحكي دائما خاصة للفئات العمرية بدي أحكي لك قصة إحنا إحنا دائما حتى بالوطن العربي كامل بالأغلب منوخب من فوق الهرم يعني دائما نيجي على الهرم من فوق ومننزل تحت ما نيجي من القراءة ما منبني إحنا للأسف الثورة صارت بالكرة الفرنسية ونرجع على التاريخ التاريخ موجود ب1998 أخذوا الفرنسا بطولة كأس العالم كان المدير الفني دومينيك الآن دومينيك وهو بطل كأس العالم عشان يحافظوا على الإنجاز ويحافظوا على هذه المكتسبات دومينيك وهو مدير كأس العالم نزل وأصبح مدير قطاع الفئات العمرية وقالوا لابد أن نبني من الأسفل حتى دائما وأصبح هناك رفض الأجيال للمنتخب الفرنسي اللي صار على مبارزة من 1992 لغاية الآن دائما منتخب الفرنسي يتواجد في نهاية اليورو يتواجد في نهاية كأس العالم فاز بكأس العالم ثاني كأس العالم هذا كله ما إجاء صدفة أكيد إجاء من بناء إحنا دائما لابد لأن أفضل الخير أفضل المؤسسة أفضل الأجهزة الفنية لابد أن تكون بالناشئين حتى تبني صح بالشباب والأولمبي كثير من المدربين الأجانب يجوا تولوا تولوا واحد منهم فينقادة عندما تولى البرتغالي فينقادة تدريب المنتخب الوطني وأيضا كان معه مدرب عام هو جمال أبو عبد كنا في معسكر في الصين أنا حكالي إياها منظم الشرقلي المشكلة الرئيسية إنكو هذول هم التوب اللهم اللعيب التوب إنكو الرئيسي منتخب الأول في منهم لاعبين لا يجدون المهارات الأساسية يفتقرون إلى المهارات الأساسية فهل يعقل أنا كمدرب محترف الآن أركز ويكون دوري إنه على لاعب أيضا يؤد لازم محترف إنه أرجع من الصفر معه وإحنا عارفين إيش هي المشكلة وإنه إحنا مشكلتنا دائما ما عنا فئات نبني عليها ونشتغل عليها لحتى نطلعها للمنتخب الأول ليش ما عم نعمل أي تغيير فيما يخص هذا الجانب يعني كل مرة عم بيصير نفس الخطأ ومنعيد نفس الكلام وإحنا عارفين إنه إحنا لازم نشتغل على الفئات ولازم نستثمر بهاي الفئات بس ما في أي تحرك في هذا الموضوع شو السبب؟ السبب ما فيش إرادة حقيقية السبب إنه زي ما حكيت لك إحنا لسه لغاية الآن لغاية الآن كل تركيزنا يتمنى على المنتخب الأول المنتخب الأول نقدره إنه هو قمة إنجازات الاتحاد أوكي هو بعد لكن أين الاستمرارية؟ الآن أنا لو بدي أحافظ لابد إنه يكون النظرة بالاتحاد أنا بدي أحافظ على المنتخب النشام المنتخب الأول بإنجازه اللي صار بهنيات كأس آسيا لابد إنه يكون أول خطوة بالأساس إنه أهتم بالفئات العمرية لابد إنه بعد جيل يزا النعيمات العلوان موسى التعمري كل هذون الموجودين لابد إنه يكون في عملية إحلال تبديل في جيل قادر إنه يرفض إنه جيل قادر إحنا حكينا أنا بعتقد إذا مطلق على جيل ذهبي أنا جيل ذهبي بطلق عليه ممكن إنه المنتخب الأولين بيقبل هذا المنتخب كان منتخب في يزا النعيمات في صيصة في لعيبة على مستوى عالي واللي هن موجود حاليا في المنتخب واللي أثر يعني العكس إجابة على المنتخب الأول على المنتخب الأول لما شفنا علي علوان شفنا موسى شفنا يزا شفنا هذون الآن إحنا بدنا لابد إنه الحفاظ على الإنجازات تبعتها تكون بإنه أهمية كأولوية الاهتمام بالفئات العمرية ما يكون اختيار مدربي الفئات العمرية هو محاصصة أو مجاملة أو إنه بدي أرضي فلان وأرضي فلان لا هذه منظومة كاملة مصلحتها العامة أهم من أي مصلحة انتخابية أو مصلحة عضوية أو مصلحة شخصية وأنا أقصد ما أقول طيب هناك ضبابية بشأن مستقبل الكابتن عبدالله أبو زمع مع المنتخب الأولمبي وفي أنباء بتتحدث عن انتهاء عقده فهل برأيك سيجدد الاتحاد الثقة بالكابتن عبدالله أبو زمع أم رح يكون فيه بديل ما هو شوف الآن شو النظر اللي الآن الاتحاد يعني بتطلع عليها بنظر هل هو بده الاستمرية أو إنه المنتخب هو يجمع بس قبل الاستحقاق إذا الاستمر لابد أني أظل الآن أهتم وأرجع أبني بالجيل اللي رح يكون موجود لتصفيات الأولمبيات فيما بعد يعني لازم أفكر بالمنتخب الأولمبي اللي راح يلعب بالتصفيات المقبلة بعد أربع سنين أو ثلاثة سنين من الآن إنه على المستوى العمري والزمن اللي هو الفاصل العمر وقداش يكون الموليد هاي الفئة حتى إنه يصل عندي على تصفيات أولمبيات المقبل بعد أولمبيات باريس يكون هو هذا الجيل أو هذا المنتخب إذا كان هذا التفكير لابد أن أبدأ من الآن أبدأ من الآن بأنه أعمل أنه منتخب ما بين الشباب والأولمبي يكون هذا المنتخب بقيادة أبو زمع يكون بقيادة جهاز آخر لابد من الآن هذا قرار الاتحادي قيم لكن أنا بعتقد متى ما الكابتن عبدالله أبو زمع تحمل المسئولية وكذا فهو يدرك أنه مسيرته مع المنتخب الأولمبي الحالي انتهت يرجع له القرار لكن أنا بعتقد أنه الآن عبدالله سيذهب إلى تجربة أخرى أو سيخوض تجربة أخرى لكن لابد أنه نفكر الآن في المنتخب الأولمبي يبدو يلعب بتصفيات الأولمبي المعد القادم من الآن إذا أردنا نعم طبع أنت برأيك المدرب المنتخب الأولمبي لازم يكون محلي أم أجنبي شوفي بغض النظر أنه أنا لكن ما هي الخبرات الموجودة وما هي الرؤية عند هذا المدرب إحنا فيه عنا مدربين محليين قادرين لكن حلّ أحكي بصراحة تعاطي الإعلام مع المدرب المحلي يختلف مع المدرب الأجنبي للأسف يعني إحنا بسهودة ننتقد ونضغط على المدرب المحلي أكثر من مدرب الأجنبي نعطي فرصة للمدرب الأجنبي نعم ونعطي فرصة أكبر من ومبرر هذا أنا بقول في عنا إمكانات على المدربين المحليين لكن يدخلون تحت ضغوطات الأنية تحت ضغوط الجمهية تحت الضغوط فيصل وحدات حسين كل هاي الضغوط هذا المدرب مش موجود عنده هذا الموضوع يتحلل من هذا الضغط فبصير أفضل أنا برأيي دائما أنه أنا مع المدرسة العربية لأنه كثير بحكي احنا جربنا كثير مدربين أجانب اللغة عنصر مهم جدا صحيح فاللغة بتبعد كثير من الانسجام ما بين اللاعبين والمدرب اللغة العربية مهمة نفس اللغة نفس الثقافة نفس بقدر يوصل المهمة احنا شوفه مع المدرب العربي نجحنا نجحنا بالجوهري نجحنا بعدنان حمد نجحنا الآن بعموتة لابد أن نبني على هذا لابد لأنه احنا جبنا أسماع عديدة على مستوى مدربين أجانب جبنا لمدة تسبوعين أو ثلاث ردنا لم نفيد شيء وعلى مستوى جبنا في انقادة جبنا لكن أنا بعتقد أنه المدرب العربي هو أفضل لنا في البناء ولابد أن نذهب نشوف اي الان وين التطور اللي بحصل بالعالم العربي كده منطقة شمال افريقي بتونس بالمغرب بكده هناك لأنه هناك في أكاديميات مختصة ما قدمه المنتخب المغربي لم بكأس العالم لم يأتي بصدفة هو كان من بناء أكاديميات اللي اهتم فيها الاتحاد المغربي من عشر سنين سابقة حتى قدرت انه تقدر فلابد أن نذهب إلى هذه المدارس ونطرق أبواب هذه المدارس حتى انه نبدأ ونجيب يعني أنا مع أنه يكون المدرب اللي يكون على الفئات الأمرية راتبه أعلى من المدرب الأول إن شاء الله أنا مع هذا الموضوع حتى أنه يكون في عنا يكون عنا البناء من الأسفل صحيح مئة بمئة إن شاء الله أنه بتم تطبيق هذا التطوير ونشوف الفرح قربنا نخل الصحافة ونخلصها إلام ونحن ميحكوا مصر إن شاء الله لو مش إحنا اللي بعدنا إن شاء الله إن شاء الله حديثنا مستمر كبتان حضوظ الحسين والفيصلي بالمنافسة على لقاءة دور المحترفين بعد الفاصل قبل توقف منافسات دور المحترفين الوحدات أوقف انتصارات الحسين ومنح الفيصلي والجمهور فرصة لمتابعة صراع مرتقب على لقب دور المحترفين في جولاته الست الأخيرة اشتركوا في القناة نروح للدوري كابتن زي ما شفنا ضل ست جولات 12 نقطة ممكن كل فريق إنه يحصلها إحنا تحديداً منا نحكي عن الصراع بين الفيصلي والحسين تتوقع هذا التنافس رح يضل حتى نهاية الدوري خصوصاً إنه عندنا مباراة بين الحسين إربد والفيصلي في الجولة قبل الأخيرة أنا بأعتقد رح يستمر حتى مباراة الجولة قبل الأخيرة ما بين الفيصلي والحسين وهي رح تكون حاسمة أعتقد رح ينظل نمد لهذاك لهذهك الجولة لكن أنا بنظر الآن على الدوري قبل وبعد قبل التوقف وبعد التوقف قبل التوقف كنت أعتقد إنه على قناعة إنه فرص الفيصلي عالي جداً بإنه يقدر يقدر إنه يقرب من الحسين أكثر ويشكل ضغط أكبر على الحسين خاصة بإنه الحسين بآخر جولة هو فقد نقطين تقلص الفارق من سبع نقاط إلى خمس نقاط الروح المعنوية كانت أعلى عند الفيصلي الفيصلي كان هو أفضل فرق في مرحلة الإيام نعم كمرحلة الإيام يعني الفيصلي كان فيه أداء تصاعدي ونتائج وهذه النتائج أيضاً بفاعلية ومردود هجومي عالي فكان هناك الفيصلي حتى إضافاته اللي كانت ما بين الذهاب والإيام شفنا إنه الفريق إلى حد ما اكتمل وأصبح هو بتصاعد وأصبح هناك فيه ضغط كبير على الحسين الحسين اللي هو لأول مرة يريد أن يفوز باللقب يجد بأنه هذا اللقب اقترب عليه كل ما يقترب كل ما لعبته أو المنظومة تبعته بصعب عليها ضغط أكبر لاحظنا إنه صار يفوز بصعوبة بهدف كذا لأنه يدرك إنه الضغوط عليه كبير وكان يمضي بهذا الاتجاه لكن الفيصلي بالاتجاه الآخر قدر إنه الأداء تبعه يتصاعد إنه فيه مردود عنده صار الانسجام أكبر صار الخطط والبصم الفنية لكابتن أحمد هاي الأكبر صار هناك فيه روح معنوية صار الجمهور يرجع جمهور الفيصلي يرجع على المدرجات لأنه الآن شايفين إنه فريقهم بيصورة بتأهله إنه يعزز الضغط أكثر على الحسين يقرب أكثر حتى إجت مباراة الوحدات والحسين وتقلص فيها الفارق ما بين الفيصلي والحسين بالجهة الأخرى الفيصلي لما أي فريق بالعالم لما يكون يعني الرتم تبعه عالي 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 يوقف الآن بصير هناك في حالة من الشكوك هل إنه فترة التوقف كذا هل الفريق بده يحتاج لانطلاق من جديد يبدأ أم يبدأ على نفس الرتم كان هذا الجهاز الفني للفيصلي حاول بفترة توقف إنه يعمل كثير من المباراة الودية وكثير كذا حتى إنه يخذ اللاعب بنفس الرتم لكن ماذا خسر الفيصلي أكثر خسر سلاحين مهمين خسر رزق بني هاني بمشاركة المنتخب وغيابه إلى فترة أيضا قد تمتد حتى النهاية يعني الدوري وأيضا قبل يوميا هناك إصابة أيضا لصانع ألعابه اللي استعاد بالفترة الأخيرة مستوى اللي هو صيصة وأيضا إصابة إلى أربع سبيع فهذا الموضوع أعتقد بأنه رح يأثر على الفيصلي لكن هل الأسماء قادرة بباقي؟ فيه موجود موجود حاتم الرشد إذا كان جاهز موجود قال الزكري موجود عودة عبيدة السمارين راح تشكل إضافة بالخط الأمامي أي نعم مؤثر كثير رزق لكن فيه وانجا فيه بكر فيه عنده خيارات لكن أنا بحكي لو إجيت سألتيني هذا السؤال وما كان فيه توقف أنا بقولك أنه فرص الفيصلي كانت كبيرة أنه يقدر يلحق بالحسين نعم لكن الآن لا الفيصلي بحاجة أنه ظروف تخدمه أكثر قبل مباراة الحسين أنه يظل ماشي على نفس الرتم بالفوز وأيضا أنه الحسين أنه ما يستفيد بقدر ما أنه الفيصلي بدو إياه أنه يستفيد بفترة التوفق وفعليا الحسين بمرحلة الذهاب كان أفضل نسبيا نعم يعني مقارنة بأول خمس جولات من الإياب شو اللي تغير معه؟ طبيعي أحكي لك ليش لأنه فريق يبحث على لقب الدوري وهو يعني لم يعني يفوج بهذا اللقب عبر تاريخه فلا شك كل ما يقترب من الهدف الضغط يكبر لا شعوريا الضغط على المنظومة على اللاعبين على الجهاز الفني على الإدارة على الجمهور كل هذا بيولد بيولد ضغط كبير على الفريق في الملعب الفريق مطالب بالفوز ولا شيء غير الفوز لأنه التعادل يعني وصل لمرحلة أنه الحسين الآن تعادله مع الوحدات تعتبره خسارة لأنه بدرك أنه الضغط ويدرك أنه فيه هناك أيضا منافس متمرس أنصر سواء الفيصل أو الوحدات لما يطاردوا هذول عندهم تمرس وعندهم يعني يعرفوا أنه دائما بأجواء اللقب دائما فريق هوية بطل دائما لحنا لما نقول شخصية البطل هذه موجودة شخصية البطل عند الفيصل هي موجودة عند الوحدات الآن الحسين يحاول أن يتقمص هذه الشخصية هو ما السبق له أنه تقمصها فهذا بشكل عليه ضغط أكبر فمن الطبيعي أنه يكون الحسين بالذهاب أفضل من الإياب لكن اللي يهم الحسين الآن ليس الأداء يهمه أن يحافظ على رتم النتائج هو يهمه أن يصل مع مباراته ومع الفيصري بفارق الخمسة بقي له ثلاث مباريات يعني رح يلعبها بأرضه ثلاثة خارج أرضه شو رأيك بخصوم الحسين في هذول المباريات شوف هو اللي ويجينا على الورق الحسين بجوز أفضل فريق عنده عناصب الأرداء لو يجينا لو يجينا على الورق الآن الحسين والعقبة إحنا بنا نحكي بالورق بتقول الحسين لكن إحنا شاهدنا الحسين مع فرق أيضا أخرى كانت صارع على الهبوط ما زلت صارع على الهبوط وكاد أن يخسر محا وكاد أن يتعادل وفاز بفارق ضئيب دائما الصراع على الهبوط مباطح أكتر أصلا نعم فبصعب مهمة للسريق الكبير في فرق أنه بدي أصل لهدفي أو بدي هاي روح أو حياة القوة الانفجرية بكون أكتر فصراع الهبوط أصعب فالحسين والعقبة أنا بشوف على الورق أنه الحسين أفضل وهو أرجح لكن في ظل صراعات وصراعات الوسط وصراعات الهبوط بأعتقد أنه الأقبة خصم يعني وأعتاد الأقبة بلعب دور كبير من أربع خامس سنوات أنه محافظ على مستوى محافظ على منطقة الوسط اللي هو فيها دائما وأيضا استقرار مهم استقرار جهاز الفني جهاز الفني بقيادة الكابتر الرائد اللاود معه يعني من فترة طويلة فأعتقد هات كمان فهي مباراة صعبة هي راح تكون مباراة صعبة وما يهم الحسين أن يفوز وبدون أداء الحسين الآن لا يبحث عن الأداء مهم الفوز يبحث عن الفوز نعم ما هذه هي النظر الأهلي مع الحسين الأهلي وضعه محير يعني الأهلي تجد إله مباراة بتلاقي أنه يعني بقدم كده في مباراة أخرى بتلاقي أنه الفريق بتحسه تغير يعني مش هذا الفريق اللي شفته لكن الأهلي أمام الفرق اللي الآن تطمح أو كده الأهلي بحاول بلعب بهويته نعم بلعب بتاريخه فأيضا ما بنقول مباراة صعبة يعني في ناس على ورق بتطلع بقول لك الحسين لا هاي مباريات صعبة ممكن ممكن يعني مش مستبعد أن يكون فيه أقل ما فيه تعادل وأي تعادل بهذه المرحلة يجعل إذا الفيصل يصعب الموضوع يجعل الفارق بين الفيصل ووحدات صفر بين الفيصل و الحسين لماذا لأنه فارق الثلاث نقاط صفر لأنه الفيصل إلو مباراة مع الحسين فعنده ممكن أنه يعني يخلي الفارق صفر فالفيصل الآن فعليا يجد الفارق بينه وبين الحسين حسابيا نقطين وليس خمسة لأن الفيصل إلو مباراة مع الحسين فهو يعتبر أنه هاي المباراة رح أقاتل عليها حتى أقدر أوصل لصفر إذن هو الفارق أو الممكن للحسين الشك وهذا يدركه الجهاز الفني وتدركه الإدارة بأنه لازم الفريق يظلم على الفوز لأنه الفريق إذا تعادل بدخل دائرة الشك إذا دخل دائرة الشك بصبح هناك الهجم أشرص من الفيصل أو المطاردين فهذه نقطة معروفة نيجي عن حسين والجليل نفس المنطقة نفس نفس أنه غير صراع الهبوط بتأدي دائما بالمدينة بتأدي ديربي أو كذا فبكون هاي كمان إلها خصائص كمان بتخلي المنافسة أصعب نفس مغير كله شوفي يعني مشكلة الحسين أنه مع فرق راح تقاتل لأجل أنها تضمن البقاء المهم يبتعد عن التعادل ويحق التلفوز ويدرك الحسين إنه لابد أن يصل إلى مباراة الفيصلي يصل بفارق ثلاث نقاط فإنه حظوظ سيكون أصعب لأن الفيصلي يتفوق على الحسين بأنه فريق متمرس على البطولات ويمتلك شخصية وهوية البطل موجودة هاي الثقافة طيب حكينا عن الفيصلي مثل ما ذكرت يحقق مرحلة إياب مميزة بأداء ونتائج السؤال هل لو كان هذا الفيصلي من بداية الدوري هل كان الوضع رح يكون مختلف لا شك إنه لو الفريق كان بهذه العناصر وبهذا اللي يقدر إنه ينجح فيه الاستقرار الفني بالفترة الأخيرة والرؤية الفنية لجهاز الفني وكان طبعا كان يختلف أن الفيصلي خسر نقاط سهلة بالذهاب فيه نقاط سهلة ذهبت من الفيصلي يعني كان ممكن يكون مع الحسين باستدارة يعني ما فيش فارق نقاط فطبعا كان كان بختلف لكن هي الظروف لو إنه الفيصلي لما كان بهذا الموضوع الحسين استثمر وأصبح بفارق سبع نقاط لأنه لو الفيصلي كان أفضل كان الفارق ليس سبع نقاط بهذه دامة حتى أخر حلقة كنت معنا حكينا فيها عن الفيصلي كان وضع الفيصلي يعني معاناة نعم كانت معاناة كتير كبيرة نعم نعم فحلو كيف إدر الفريق إنه يسترجع قواه شوفي لغاية الآن أنا صريح جدا لغاية الآن اللي صار بالفيصلي إنه الآن جهود فردية للأمان فيه جهود فردية أول شي بهذاك الفترة الفيصلي كان فيه عنده اهتزاز بالجانب الفني ذكري كان مدرب مدرب بيجي الغرائري حسوني الشيخ الغرائري بعد فكان عدم هذا أثر على هذا الفريق الآن متى ما أعطيت لأحمد هاي الجهاز الفني اللي معه طبعا أبو كشكلافي خالد لافي معه عامر شفيع الآن أصبح هذا الجهاز الفني فيه شعور بالاستقرار صار هذا ينعكس لأن المقومات موجودة بالفريق أنا أحكي لك الآن جهود فردية فيه جهود فردية من أعضاء الإدارة وليس مجلسي إدارة وهنا أختلف لا زال بعيدا عن المؤسسية بالعمل ولكن هناك جهود للإدارة تقدر لأعضاء إدارة في هناك إحنا دائما نشوف نشوف أنه في نائب الرئيس عم بقدم فيه عدد بصورة أقل فيه عدد من الأعضاء كمان بحاول يقدم ولكن فيه مساهمة فيه مساهمة لكن أنا بحكي فيه أعضاء إدارة مجلس إدارة النادي فيصل أنا شايفهم على الشاشة وشايفهم عم بقدموا عم بقوم بواجبهم لكن فيه أعضاء إدارة يعني ما نسمع عنهم شي حتى رئيس النادي الموجود محصور باثنين لثلاث ومع ذلك إنعكاس هذا العمل ولو كان فرديا وبصورة فردية ومبادرات فردية إنعكاس إجابة على الفريق فتخيدي لو كان عمل مؤسسي متكامل أنا بقول لك دائما الفيصلي الوحدات الرمثة ما احترام إلى كل الله يملكون دائما المقونات حتى يكونوا دائما بحال أفضل ويكونوا منافسين لكن يحتاج الأمور إلى دائما استراتيجية بالإدارة وأن يكون مجلس إدارة مؤسسي أنا زي ما انتقدت بفترة من الفترات لا شك إنه بشيد إنه في عدد من أعضاء مجلس الإدارة وركات إحياصات إلى حديما معي طبعا عم بيعملوا ببادروا عم بيبادروا عم بيشتغلوا بعمل هذا العمل حتى لو ما كان عن طريق مؤسسي بمجلس الإدارة الكامل المغيب لكن هذا العمل انعكس إيجابيا على الفريق وعلى نتائجه الرخصة العسوية الأخيرة ما قدر لولا لولا تدخل عضويا مجلس الإدارة وركات إحياصات كان مصار فهذا بالجانب يحكى وأيضا يذكر ويشكر بهذا الجانب لكن دائما أنا الناس تحكي إنه أنا بهاجم أو بنتقد لا أنا بحب دائما إنه يكون المصلحة العامة ياريت إنه العمل بكل مجالس إدارة يكون عمل مؤسسي وليس عمل مبني على الفزعة أو أستنى إنه في ناس بس عندهم قدرات فردية هم دائما يبادروا طيب أين الآخرين أين الآخرين هل هي صورة على المنصة فقط أو بطاقة أو يعني بالآخر دائما العمل الرياضي يحتاج بعيدا عن صراع الصدارة والمنافسة على اللقب نحكي عن صراع التوقف في الدورة يعني عم نشوف إحنا فترة التوقف كانت جدا طويلة ومثل ما ذكرت إنها نعكست سلبيا على الفرق المستوى والنتائج أدي هذا التوقف لسه إحنا فيه عندنا كمان توقف تاني لأنه المنتخب فيه عنده التصفيات المبارتين ما مدى سلبية هذا التوقف في هاي المرحلة على الدوري يعني أطول أطول دوري في التاريخ أكبر سلبية لو سألت أي مدير فن أي مدرب أكبر سلبية إنه التوقفات العديدة لم؟ لأنه هو متعارف بأي موسم وأي خطة إعداد لموسم هي هناك فترة إعداد واحدة فترة إعداد تكون قبل بجاة الموسم اللي يكون فيها حمل بدني عالي وتدريبات وهم ثم ندخل إلى البصمات والجوانب الفنية بفترة التوقف أنا بأجواء منافسة برد أتوقف فترة أرجع أشتغل بدني وأرجع لللاعيب أول وجدي برد وهذا لا شك بأثر على الحالة المزاجية أول شيء للفريق لللاعبين للمدرب على الحالة البدنية نعم يعني بالسيارة المحرك الآلم تلازم السيارة بتمشي على الأول ثاني ثالث رابع صعب أجي أكون ماشي أول ثاني أرجع فجأة مرة واحدة ما بصير وقف السيارة وهذا اللي بصير اللي بصير إنه أنا بدخل 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 بارتفع بالجهزة الفنية بالجهزة البدنية وقفت بدأ أرد أرجع لا شك إنه هذا بأثر سلبا وهذا أحد أهم الأسباب الرئيسية في تراجع مستوى دورينا بالسنوات الأخيرة ولكن ما هي المشكلة أو ما هو ليش هاي المشكلة لأنه ما منطبق الاحتراف صح لو نحن نطبق الاحتراف صح إحنا منوخذ فواصل للأسف زمنية عالية هناك فيه أيام فيه فدير زيها زي كل العالم زي منشوف الدوريات الأوروبية منشوف إحنا لازم المنتخب نوكف قبل ثلاث أسابيع أربع أسابيع نوخذ نسرق زيادة على تبعد فيفا ديت لازم نسرق كمان عشر أيام هذه العشر أيام تنعكس على أسبوعين لا بد أن يكون هناك مدير فني يتحمل الجرعة بالاتحاد الأردني وأن يقول بأنني فقط بدي أيام فيفا ديت هذا أما أنا آجي كمان أخذ قبل يعني في الحكي إنه كمان قبل المباراة بدنا نوخذ أيام زيادة هذا أنا محترف دوري محترف أطلق عليه دور المحترفين لا بد أن يكون بكل تعليماته وأنظمته محترفين نعم التوقفات هي توقفات أيام فيفا ديت ومع ذلك أيضا الأندي مسؤولة بهذا الجانب لأنه بتقبل بهذا الجانب وبتقبل وفي الآخر أهم أنه يعطيني التعويض فيه تعويض ومتعويض ما بنظر للأمر الفني أو الجانبي الفني هذا أكبر دماء ليش الإصابات الإصابات اللي نشوف الآن زيادة من فترة أخيرة هي دائما اختلالات بالإعداد البدني لأنه أنا لما أبدأ ببداية الموسم إعداد بدني وأدخل أيضا بالجانب الفنية بتوقف برجع من جديد بدني برد بدخل جانب برجع جانب بدني العضلة ما فيتحمل وبنيتنا التحتية والبنية التحتية منلعب على الأشياء بالطبيعي وبتدربوا على ملعب ثلاثة صدبة صبعا فبصير هذه الإصابات إن شاء الله تنحل كل هاي المشاكل رح نظلنا نحكي فيها بينما نوصل لحل ونشوف نحن حكينا من إنجاز آسيا وأنه تصير في عدة نظر نصبر للتصفية أنه القطاع الخاص والقطاع الحكومي يكون نحن نطلب أنه لابد أنه القطاع الآم الحكومي القطاع الخاص تستثمر لأنه بعد هذا الإنجاز شافوا شافوا أنه دائما الرياضة هي تعكس أجمل صورة عن الوطن عن تطور وعن رقية نحن شفنا عملية الاندماج الانصهار بالمواطن الأردني بكل بكل المحافظات صحيح بإنجاز المنتخب الوطن صحيح أنا دائما بحكي أنه لما بدأ عزز القيم والانتماء والله العظيم هدف يسجل للمنتخب الوطني في بطولة أو مباراة دولية أو رسمية يفوق بتعزيز الانتماء لدى الشارع الرياضي أو الشارع الأردني كل هالندوات والورش اللي بتحكي دائما أنه كيف نعزز قيم الانتماء كابتن دائما متفائلين أكيد دي أشكر حضورك معنا كابتن اليوم أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أهلا